مشاهدين دلوقتي ننسب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع مينة الشرقاوي تفضل يامن شكرا لك هدير التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة خطط الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل ونسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير القطاع الأعمال العام وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم كما طلع الرئيس السيسي على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان وفي اجتماع آخر تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذية لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ووجه رئيس السيسي بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة وذلك لتكوين نهج ونسق رياضي وتقافي شامل يتنغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر قال المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الرابع بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم ومن المقرر أن ينهي المجلس مناقشاته فيما يقص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة الثمانية عشر من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه أفاد مصدر أمني عراقي بتعارض نقطة عسكرية لهجوم إرهابي في محافظة ديالا وقال المصدر إن جنديا قتل وأصيب آخر نتيجة استهداف نقطة لهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إحدى القرى في ديالا رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين في اليمن مشيرا إلى أن الهدنة أدت إلى فترة من الهدوء غير المسبوق في اليمن وفي بيان قال الرئيس الأمريكي إن اتفاق تجديد الهدنة الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في اليمن خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن مقتلى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظوهري في ضربة أمريكية قد يدفع أنصار تنظيم لاستهداف منشآت أو مواطنين أمريكيين مع احتمال اندلاع المزيد من أعمال العنف ضد الولايات المتحدة وفي بيان قالت الخارجية الأمريكية أنها تعتقد بأن هناك احتمال أكبر لحدوث أعمال عنف ضد الولايات المتحدة ربدا على مقتل الظوهري ورياضيا يصدف الأهل فريق فاركو في التاسعة مساء على ملعب الأهلوي السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدور الممتاز لكرة القدم ويحتل الأهل المركز الثالث برصيد خمس وخمسين نقطة بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد خمس وثلاثين نقطة نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر